حضرتك وحضرتك برضه بقى أصر وبقى أكد أنه أنتم بس اللي تقدروا تتحكموا فيه وتغيروا اللي هيحصل يوم الحد والاتنين اللي جايين مهم جدا تحتفل الساعة دي متخاطر ولا تأمن على نفسك تحتفل جوه بيتك كل الناس أجازات ممكن تغير المزاج العام ممكن تغير المود اللي انت قعد فيه مع عائلتك لكن ده هيبقى له علاقة بالراقة ده هيبقى له علاقة بالدعوة اللي احنا طلبناها من حضراتكم في برنامج يحدث في مصر مبارح يوم شم النسيم تخليك في بيتك تخليك في أمان وبعت لنا الصور اللي مرتبطة بيك ومرتبطة بعائلتك في الحقيقة أنه كان فيه استجابة لطيفة جدا وسريعة جدا بالنسبة للصور احنا طلبنا الصور دي ليوم شم النسيم تعودوا في البيت وتبعت لنا صور وتقول لنا أنتوا عملتوا ايه يوم شم النسيم لكن في وضع آمن ومستقر عشان نتحكم في هذه الأرقام لكن وصلت لنا مجموعة من الصور اللي حبينا نعرضها على حضراتكم وصلت لنا مجموعة من الصور لأطفال صغيرين هما يعني بعتوا قالوا لنا احنا لسه مش شم النسيم بس احنا دلوقتي بنجهز البيت أو بندهن البيت بنلون البيت قبل ما نلون البيض التقليد المصري المرتبط بشم النسيم مرتبط بالعالم كل بس هنا بقى هي عملت يعني ايه حاجة قوية جدا ملك الغندور ملك عملت ايه بتشتغل شغل محترفين يعني غطة الارضية بالمشمع وبالتيب باللزق علشان تشتغل على الحيطة هنستنى صور ملك وحنستنى صور غير ملك هنستنى صوركم كلكم لما تبقوا سلمين وامنين وسعداء بوجودكم مع بعض الظرف صعب لكن الرقم اللي بنتكلم عنه الأسبوع اللي فات الرقم اللي بنتكلم عنه النهاردة مش رقم يخص الحالة المصرية بس يخص العالم كله العالم اللي اتفق وهو نادرا ما يتفق على انه بيتك يساوي حياتك فرصة علشان نسعد باستجابتكم لينا ونبقى حافظنا جميعا على بعض وزي ما بقول لحضراتكم ان احنا دايما نشوفكم على وضع افضل من الوضع اللي سابينكم عليه أزمة كورونا أزمة اكتاح العالم لها تغييرات واثار سياسية واقتصادية واجتماعية كثيرة جدا ده نتناقش فيه مع الدكتور مصطفى الفئي بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر